يا صباح الخير والسعادة والجمال على كل مشاهدي كنات الصحة والجمال وحشتوني كتير وكل متابعين برنامج بيت أميرة ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وسعادة معاكم النهاردة معدة البرنامج أميرة شعلان ان شاء الله معانا حلقة مميزة زي ما عودتكم في برنامج بيت أميرة النهاردة كل واحد أكيد عنده حلم معين بحلم به كل واحد نفسه الحلم ده هل فعلا رؤية هل فعلا ان ربنا بيقول الحلم ده ان اعرف فيه حاجة مستقبليا هنعرف ده كله من خبيرة يعني هقولي مفسرة الأحلام العظيمة جدا صفا عصماني اللي منوراني في بيت أميرة النهاردة وحشاني جدا والله منوراني انت منوراني أكتر حبيبتي ربنا يخليك أهلا بيك عايزنا بقى نتعرف عليك ونعرف المشاهدين بيك وازاي فعلا عرفت ان انت بتعرفت في الصريق أحلام هو الموضوع بدأ معايا من حوالي 12 سنة بس انت صغيرة عليك كنت في صانوي كنت بتابع الشيخ سيد حمدي الله يرحمه الله يرحمه دي كانت البداية انا كنت بتفرج عليه بس كانت متابعة جيدة جدا فكنت يعني كان بيشديني جدا الأحلام وتفسيرها بدأت شوية بشوية كل الناس اللي حوالي أخواتي صحابي يحكولي أحلام او انا أحلام فحس ان انا بفصل لوحدي من غير اي مجهود او من غير مقرأ او اي حاجة بقتها بفصل اللي حوالي صحابي اخواتي الموضوع بدأ يزيد بقتها موضوع يعني ينتشر اكتر او يزيد معايا اكتر وبقت لقيت نفسي بعرف الرموز كويس يعني الحمد لله لوحدي طبعا على مدى ال 12 سنة دي انا كنت زي ما انا زي ما انا كده بفصل اللي حوالي بس لحد ما جات فكرة في دماغي طب هون ليه ما اعملش بيج ليه ما اعملش صفحة او ما اعملش قناة ليه الموضوع ما يكبرش معايا فبصراحة عايزين برضو كنعرف الناس على صفحة البيج بتاعتك اسمها صفحة لتفسير الاحلام وبردو القناة بتاعتها اسمها صفحة لتفسير الاحلام بالعربي نزلت فيها فيديوهات والحمد لله يعني الدنيا مشي او يعني بتحس ان تفسيراتك كلها بتبقى دقيقة وصحيحة والله هو يعني الواحد ما يجملش في نفسه بس الحمد لله ما حصلش لحد دلوقتي ان حد قال لي لا بالعكس بيجي لي ريفيوهات كتير ان اه صفحة فعلا الرؤية تفسرت زي ما انت قلت وطبعا دعاو الناس يا كتير دايما خير يا رب ان شاء الله طب ازاي انا عرف ازاي انا عرف ان في رؤية او دي حلم يعني اوه بالنسبة للرؤية دي هي طبعا بيبقى في معادين الرسول بلغنا بيهم عليه الصلاة والسحة قبل الفجر وساعة العصر دي اكتر وقت للرؤية بيكون صحيحة لكن برضو وارد جدا ان احنا نشوف رؤية في كل الاوقات عادي طبعا اول حاجة للرؤية لو من عند ربنا بتنسحى فاكرينها كويس جدا شايفينها قصود عينينا كأنها حقيقة وفاكرين كل تفاصيلها بدنبقى صحيح من النوم مبسوطين مرتحين انما لو حلم من الشيطان او من العقل الباطن بيبقى الحلم يا اما طويل جدا تفاصيله كتير قوي يا اما فيه تداخلات كتير او صحيح من النوم فاكرة جزء ان حلمه مش فاكرة بتحصل كتير ايوا فعلا فاكرة حتة ومش فاكرة الباقي او بالضبط لا ما بيبقاش بقى حاجة من عند ربنا ده بيبقى يا اما حاجة عقل الباطن انت بتفكري في حاجة كتير فشفتيها في المنام يا اما الشيطان اتدخل فيها في لبخ كتير بقى في الرؤية ايه اغرف حلم انت فعلا فصرتيه اغرف حلم جات لي رؤية من شاب بعتها لي بصراحة هي استوقفتني جدا وفكرتي فيها خاتت مني وقت بس الحمد لله يعني ربنا كرم وفسرتها له واحد شاف ان هو قاعد في مكان زي الغار شبه الغار كده هو ومراته وسمع صوت صوت ربنا في المنام سمعني صوت ان ربنا بيقوله انت هتشوف دلوقتي حاجة الملائكة والرسل بس اللي بيشوفوها سبحان الله فبعدين فدل قاعد وبعدين راح مكان تاني راح تحت شجرة كده قاعد كانت مراته وقفة بعيد وشايلة بنت بنتين كانت شايلة بنتين وهي اصلا يعني هو قال لي ان مراته عندها بنت واحدة فخد البنت منها واحدة هي البنت بعين رزق اه البنت طبعا عجلة جميلة جدا فخد البنت وهي مسكة بنت تانية وراحوا قاعدين تحت شجرة لما قاعد تحت الشجرة هو ومراته شاف كل المخلوقات اللي ربنا خلقها بتلف يعني حيوانات طيور كل انواع المخلوقات اللي ربنا خلقها بتلف كده بس والحلم خلص على كده فطبعا كان مستهرب جدا الشاب ده اصلا قال لي انا بحلمش خالص سبحان الله فيه ناس كده فعلا اه ما بتشوفش احلام ابدا سبحان الله هي بتبقى ورزق اصلا برضو اللي رؤية دي رزق من عند ربنا بس طبعا استوقفتني جدا عشان صوت ربنا يعني في المنام حاجة كبيرة فانا قلت له انت ربنا هيكرمك اولا صوت ربنا في المنام ده رحمة من عند ربنا ان انت هتشوف حاجة محدش بيشوفها محدش بيشوفها غير الملاكة والرسل ده معناه ان انت هيجيلك هتنجح جدا جدا وهيجيلك رزق وخير انت ما تتخيلوش اصلا في حياتك وطبعا المخلوقات دي ما بترش في مكان غير لما يكون في خير صح والبنت اللي مراتو شايلها دي كمان رزق ودنيا جديدة وخير اكتر واكتر فهو ربنا هيقلت له يعني هيحصل لك اصدهار في حياتك ونجاح وربنا هيكرمك جدا وهيفتحها عليك من واسع يا رب احلم الحلم ده يا رب كلنا نحلم احلم حلوة كده يا رب الله امين بجد فرحتينا اصلا بالبشرة دي وفرحتي كل الجمهور يعني بجد يا رب فرح الناس كلها يا رب الناس كلها تشوف رؤى خير كده يا رب اه طبعا هي الرؤى طبعا هي هيها باختلاف بقى اللغة في الحل يعني عادي هو جالي السؤال ده مخصوص نفس حد يعرفه لانه قاعد برا فبيقول لي انا عايز اعرف لو كان هل التفسير عادي هي هي هو كده كده يتابع مع حضرتك برضو هو طبعا التفسير واحد بتختلف طبعا باختلاف الظروف والزروف المحيطة بيه لكن هي طبعا مثلا لو هو اجنبي او كده بيقول لي الحلم بتاعه وانا بنترجمه عادي وبفصرهول لكن ما بيختلفش ابدا ما بين بلد والتاني انا بيكلمون كتير من بلد كتير جدا وكلها بتبقى ما لهاش اي اختلاف يعني سبحان الله اه فهي بتختلف على حسب الظروف المحيطة متزوج خاطب مطلق يعني بتختلف بقى في الظروف طب فيه بنات كتير بعتولي برضو فيه ناس كتير بتقولي يعني هل الرؤية تختلف لو كانت المرأة عندها دورة شهرية حاجة زي كده طبع بصي هول بالنسبة للدورة الشهرية احنا طبعا بنشوف احلام من الشهرية وحديث النفس اي اثناء الدورة الشهرية اكتر وبيتزيد اكتر لكن طبعا وارد جدا ان احنا نشوف رؤية ده ما يمنعش يعني دورة شهرية ما تمنعنش امدا حد من الرؤية من الرؤية لكن احنا بنقول انها بتزيد اكتر الاحلام بتاعات الشيطان اكتر اه لان الواحدة بتبقى اشتا لكن ده طبعا ما يمنعش ابدا يعني ممكن تكون بتحلم حلم كويس جدا وتجي تفصره لها تقولي لأ ده دي رؤية مش حلم اه طبعا عادي جدا ما بتهم يعني ما لهاش اي علاقة ان في دورة او كده لا خلاص او كده يا طرى بقى في بنشوف في المناب حاجات كتير نعرف ازاي ان المتوفي ده يعني بنشوف ناس متوفية اعرف ازاي ان هو فعلا محتاج ان هو نطلع له صدقة في حيات يتير جدا احنا لو شفنا المتوفي عريان يبقى هو كده مش مرتاح فقبره ابدا ومحتاج صدقة لو شفناه نايم في مستشفى يبقى هو تعبان لو شفناه ماشي كده على رجله ومش قادر يخطي او ماشي بالعافية يبقى هو تعبان يبقى هو لما يوصل لنا رسالة زي دي يبقى محتاج صدقة ونطلع على طول لو شفناه بيطلب اكل عايز يأكل او بيطلب فلوس او هو في بحر وفي موج عالي في البحر كل دي حاجات طبعا يبقى هو مش مرتاح فقبره ولازم نطلع له صدقة ونهتم يعني كمان انا عملت قبل كده في فيديو بنشت فيه الناس يا جماعة شفنا الحد ان هو مش مرتاح فقبره لازم نهتم ونطلع صدقة ومنطنش الحلم وخلاص لان يعني هو ملوش ملجأ طبعا غيرنا يعني يعني انتي درست حاجة لان انتي ما شاء الله دكتك بكل حاجة درست حاجة يعني ولا دي خبرة بصي والله هو الموضوع بدأ معايا كده يعني هبا من عند ربنا اه حاجة من عند ربنا الحمد لله لكن طبعا انا بحاول اصكلها يعني انا بحاول اصكلها بان انا اقرأ واكتر بس هي اساسها عندي حاجة كده من عند ربنا الحمد لله ونعم بالله انا عرفت برضك ان انت حلمتي بعمر دياب اوه يعني عرفيني وعادة والحلم ده فعلا تشهر جدا فعرفيني برضك عليه بالتفاصيل كده ايوه انا فعلا شفت رؤيتين لعمر دياب مش واحدة لا مش واحدة اوه وانا كنت اول مرة حلم بعمر دياب اصلا سبحان الله كان ما بين الرؤية والتانية اسبوعين تمام اول رؤية شفت ان انا اقعدة في بيت كده في شقة وانا قعدة لقيت عمر دياب داخل علي فبيقول لي انا فنشت فبصت له كده يعني ايه قال لي اخواص معادتش هشتغل معادتش هغني وزعلان جدا جدا انه معادش هيغني فقالتو طيب معلش يعني بهون عليه كده طيب معلش رؤية في السرير انت في غيرك دلوقتي عنده المرض الوحش وقاعد احمد ربنا دايما انبصص لي كده وقالي الحمد لله وان ماشي تمام بعد كده جيت لقيت نفسي ماشية في شارع ده في نفس الحلم ده في نفس الحلم اه ان انا ماشي في شارع وجوزي ماشي في شارع قبلي يعني جوزي في شارع وانا في الشارع اللي بعد اه اه فانا ماشي في الشارع ورقب عجلة تمام وعمر دياب ماشي ورايا يعني انا ماشي بالعجلة وعمر دياب ماشي ورايا وحتى فيه بنت معجبة وقفت وبتتصور معاي وكده فانا ماشي بالعجلة كنت ماشي بالراحة كده وبعدين كنت هقع بالعجلة فعمر دياب عادة اندهله يا عمر يا عمر فجيت بسرعة وسندني فما وقعتش فهو قال لي ايه لق العجلة دي كبيرة عليك قلتو طب الحمد لله انا ما وقعتش تمام والحلم خلص على كده يعني هو ساعدك برضك اه هو سندني اه هو سندني فانا ما وقعتش كنت هقع وانتي برضو قلت له قلت له لازم انت تعمل كذا وكذا قلت له قلت له اه قلت له انت مبتحمدش ربنا على الثلاث حاجات دول اه فانتي والصحة والسعادة الثلاثة دول بس ده بالنسبة لحمل اولين تمام وصحيت على الفجر بيقول الله هو اكبر سبحان الله سبحان الله طب ودي بيدل على ايه برضوك انه بسي هو الرؤية دي معناها اولا معنا ان هو جاي وبيقولي انا هفنش اه ده معناه ان عمر دياب في وقت ما هيبطل غنى طالما قال لي انا هفنش وزعلان جدا معناه انه هيبطل غنى فجأة وهيزعل اوي انه بطل دي النقطة الاولية النقطة التانية وهو جاي بقوله انت بتحمدش ربنا على الثلاث حاجات دول ده معناه ان عمر دياب فعلا ما بيحمدش ربنا على ان ربنا سترهى معاه دايما وان ربنا مديه الصحة والسعادة يعني هو ربنا الحمد والله مديه كمان السعادة فهو حقيقة عمر دياب ان هو ما بيحمدش ربنا على الحاجات اللي انا ذكرتها بالذات تمام طب ممكن برضك الحلم التاني عايزين نعرفه اه بالنسبة للحلم التاني انا شفت ان عمر دياب في حفلة يعني شغال في حفلة وانا قعدة وسط الناس وبعدين هو قرب من الناس كده هو كان شكله هو في الحفلة زي ما بنشوفه بالظبط في حفلاته تمام فانا قربت منه قلت له انا عايز اقولك الحاجة مهمة قوي ينفع دلوقتي فقال لي تعالي امت انا طالع على المسرح معاه قبل الحفلة وفحكيت له الرؤية اللي انا شفتها اه فوانا بحكي له على الحتة بتاعت التلات حاجات دول قول كذا وكذا امقايلي والله العظيم ام قلت له زي ما يكون مش ميصدق لانه فعلا ما بيحمدش ربنا على الحاجات دي امقايلي والله العظيم قلت له والله العظيم وحيات بنتي امقايلي بس بنتك دي نعمة واحدة قلت له بنتي دي بالنسبة لي كل النعم وما كانش يمسدق انا ازاي شفت حاجة زي كده هو فعلا كده المهم انا نزلت من على المسرح والحفلة اشتغلت في نص والحفلة شغالة فجأة جينا لقينا شيخ بمجموعة ناس كده وهيصلوا في ناس بالشيخ بدأني كده وهيصل بالنس لقيت عمر دياب امنازل من على المسرح وطلع كان في حصان حصان تمثال كان واقف محطوط كده فعمر دياب رجبه والناس راح تصلي امطالع ورجبه ولما رجبه شكله تغير تماما سبحان الله يعني كان كان على المسرح كويس جدا ولما ركب العصان ده لابس بانطالع مباهدل قوي وقميس مباهدل جدا واسعين خالص عليه وبشنب وشعره منحكش وكان ماسك كان لابس ساعة وعمال يزبط فيها وبيعرق عرقين جدا وعمال يعمل كده شكله مش هو يعني متغير تماما بس والحلم خالص على كده سبحان الله يعني انت حلمتي قبل كده احلام مش رؤى بقى لعمر ديب ابدا انا عمري محلمة بعمر ديب حقيقي واستغربتي جدا وخصوصا ان الرؤيتين مفيش اسبوعين صح بس احنا ان شاء الله اتشرفنا بك وبوجودك معنا نفسك تقولي ايه او نفسك في ايفت ومحاطك احب تشكر يمين طبعا على الهواء كده طبعا عايز اشكرك جدا مرسي جدا لك الكل حاجة واعداد البرنامج كلهم مشكورين وانا كان نفسي اوي اوي ان انا اوصل لعمر ديب بجد عشان اقوله اقوله يا عمر خلي بالك الحسن اللي انت ركبته ده فعز شهرتك هتقع فعز مجدك وانت على المسرح هتقع كان نفسي اقوله كده لان الرؤيتين قمت بينهم على صلاة الفجر سبحان الله وانا بشكو البرنامج كله مبسطة جدا ان اطلعته معيك ربناي خليك وان شاء الله يكون لنا حلقات متميزة وانستمتعت بك جدا عشان كده اجل فيه اصلا مكلمات كتير بس انا علشان مستمتع واخلي الناس يستمتع كمان اكتر ان شاء الله كل الناس اللي كلمت على الهواء يا جماعة تتابع معي على الصفحة بتاعتها وان شاء الله نشوفك على خير ونورتيني ان شاء الله فاصل ونواصل مع بيت امير السلام عليكم ازايكم حبابي عاملين ايه يا رب تكون كل احلامكم خير النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا ايه الرموز اللي لو شفتوها في المنام نقوم ونصلي على طول اول حاجة القطة التعبان اللحمة الناية الناية مش مستوية الحصان بدون لجام الحصان لو خرج من لجامه نقومه نصلي على طول السمك المشوي وحش جدا الفار البحر اللي موجه عالي وحش الشاي لو حد هعمل بالشبشاي مش حلو ابدا المحشي حد حلمنا بيكل المحشي بيأكل محشي او بيلف المحشي بتبقى مشكلة طبعا كل حاجة من الحاجات دي موضوحها كبير او يعني التعبان التعبان كل مكان كبير كل مكانت العداوة اكتر كل مكان اوحش التعبان ممكن يكون ليه الوان ممكن يجي اصفر ممكن يجي اخضر واسود كل لون بيبقى فيه يعني حاجة زيادة شوية حاجة اكتر من اللون التاني التعبان لو صغير بيختلف عن الكبير كل دي امور بتختلف بقى عن سياق الرؤي انما هوا في كل الاحوال وحش القطة كذلك قلنا عليها قبل كده ان هي في كل الاحوال وحشة بييجي ساعة ست وصاعة رجل بس في اغلب اللقاء بيجي ست تمام البحر البحر جميل وحلو لو مجوعة عالي لا بلاش وحش جدا ودبقى دي مشكلة تمام المحش زي ما قلنا وحش الحاجات دي كلها اللي يشوف حاجة من الحاجات دي يا جماعة يقوم يدعي ربنا يقوم ويسلي يطلع صدقة لله يقول يا رب حش عني حش عني الناس الوحشة حش عني المشاكل في حاجات كده يا جماعة ما ينفعش نحلم بيها ونسقط ونقول خلاص عادي ونقول خلاص عادي هتحصل أو ما تحصلش لا لازم نقوم نصلي وندعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية سلاس رؤية من الله وحديث النفس وتخويفه من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يعجبه فليقص ما شاء وإن رأى أحدكم شيئا يكرهه فلا يقص على أحد وليكن فيصلي ده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا شفنا حاجة وحشة قم نقوم نصلي ما نحكيش عايز تحكي يبقى تحكي لحد عارف حد ينصحك نصيحة كويسة حد يكون فاهم يا رب أكون فتكو يا رب لكون إن شاء الله الفيديو يكون مفيد ليكم أي حلم ليكم بعتهولي في التعليقات أو على ساية الصفحة على الفيس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس الفيديوهات الجاية هتعجبكو جدا تنصبح على خير اشتركوا في القناة